وصفة الكوكيز ايه رأيكم؟ تعالوا معايا هنا هنعمل بسكوت يقدر يمسك نفسه في الفرن وسهل وسريع ومن اكتر الحاجات اللي انا بعملها بتاخد يعني بنعمل فيها اشكال نجمة ودايرة بتحافظ ع شكلها عندي هنا كوباية وطلت من الزبدة بدرجة حوارة الغرفة مش سايحة بقلبها بس كده لفة في العجان وهحط لها هنا عندي نصف كوباية ده ايه ده النشا عندي تلتين كوباية سكر بودرة اذا كوباية وتلت زبدة حطيت عليهم تلتين كوباية سكر بودرة بس هغطي عشان ايه ما تنطورش واحد وتلت زبدة تلتين سكر بودرة هنحط لهم اربع معالق كبيرة نشا تقريبا او نص كوباية يعني يعني نص كوباية وكوبايتين من الدقيق وذرة المل هتلاقوا المقادير فين هتلاقوها على مايشو تي فيه على الفيسبوك اذا هبتدي احط النشا النشا بديها ايه تفتكروا ليه منضيف النشا مع الدقيق اللي جاوبت في الكنترول مذاكرة معايا بس انا عايزة اسأل المواطن المتوسط في معلومات المطبخ بتدي ارمشة بتدي ارمشة حلوة وبتخليها سناب بتاعها الكسرة بتاعتها تريسبي اكتر هنحط النشا عايزة علي السرعة عشان الزبدة تبتدي ايه اوه ده اللي انا خايفة منه هنحط لها في المرحلة دي معلقة مية واحدة بس عشان تبتدي تلم العجينة معلقة واحدة فقط لغير بسو هتساعدها انها تبتدي تتشكل عشاك الكورة ايوا ودلوقتي هضيف كبايتين الدقيق اذا ما قادرنا كبايتين دقيق نص كبايت نشا تلتين سكر بودرة واحد و تلت من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة و هنحط لهم زرة الملح دي المقادير فقط لغير بتبقى موجودة فين نزلونا يا كنترول الصفحة اوكي وقتنا قد ايه طيب احنا هنكمل خلط على سرعة متوسطة لحد انا مش عايزة زود سوائل عايزة هتدخلط كويس فتديني البطري دو العجينة اللي هي حتشوفوها حالا انا محضرة لكم فاسبوها اهو مش عايزة علي السرعة قوي فالدي اتنطور العجينة بعدين تطلع معانا بالشكل ده شايفين عجينة الزبدة دايما تبقى كده بتفرفت عشان كده هنجيب الصينية اللي هنخبز عليها مباشرة اين الصينية انا هستخدم ديلي عليها اللاليباب لأ محتاجة واحدة افرد عليها تبقى مصطحة ملهاش اطراف فباخد العجينة وبديها شوية من حرارة ايدي الحرارة دي بترجع الزبدة طرية وكده كده لما اجي افرد عجينة الزبدة بافردها يفضل بنشابر وخام بتحافز على الزبدة اكتر انا هعمل ايه حواريكم حالا انا عندي عصيات خشب بتوعي لشوية اي حاجة هوريكم اجزامبل على واحدة فردناها سمكة مش كتير مش كبير ولا رفيع هاخد الكتر استخدم النهاردة حجم البصامة اللي بنبسوا فيها الكحك هستخدمها من الناحية التانية عملنا دبل اهويوز فحاخدها اهي دي بتاعت الكحك هاخدها من هنا واعمل كده تمام وحاشيل وحاخد دي الصغيرة اهو اخد فيها اتنين تانين هاخد الاتنين دول العجينة دي لما تعملوا فيها الاشكال بتقوموا شايلين باقي العجينة وفردينها تاني يعني تفردوها كلها مثلا وعملتوها قلوب عملتوها نجوم ما تحركوش العجينة الشكل حركوا العجينة اللي حواليها هي زي السلصال تمام شلنا العجينة دي طبعا نعمل كمية اكبر احنا بس انا باوريكم دلوقتي هناخد الخشب سك الخشب ده ونحطه هنا كده نغرزه هنا طب حيفك لأ انا عايزة اغرزه كده عشان مكان بصوا عشان نسيب مكان فوق ومكان تحت المسافة من فوق ومن تحت بخليها تقريبا متساوية هقوم عاملة كده ومسبتاها بالقطعة التانية دي اللي فوق لما تدخل الفرن هتسيح وتلزق عليها فكرة بسيطة جدا 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 ابتكرناها النهاردة الصبح دايما في حلول ودايما في افكار علشان ندي الولاد كوكيز تبقى بتشدهم اكتر من الكحك ما بيحبوش هم قوي الكحك والبتفوروا الحاجات دي بيحبوا الحاجات اللي عليها عادية فدي تدخل الفرن درجة حرارة 180 بتاخد 10 دقايق وبتبقى بالشكل ده اول ما تطلع بصو دي بتتحول لدي شايفينو بتلزق تماما طيب هنعمل ايه تعالوا احنا قلنا حطينا على بمسدس شمع لزقنا كل عام انتوا بخير دي بتلاقوها موجودة وفي اشكال كتير البسكوتة ملزوقة اصلا بالخشبة هناخد 5 جنيه فليكن ونعملها زي المروحة خلوني بس اجيب خلي جنبي بصوا هناخدها نعملها زي المروحة نحطها زي الفيونكا كده وناخد الحبل ده او السلك اللي هو فيه معدن ببقى جوه ونقفل عليه الحلوة بقى انكم تشركوا الولاد في ده اشركوهم معاكم في التفاصيل دي علشان دي احلى حاجة حيفتكروها ويكرروها هم وتبقى عادة بصوا بالشكل ده قد ايه بسيطة وقد ايه حلوة ها شايفين حطها دلوقتي هنا في الصينية برضو مع البقين فنحطها قدام استنوا الاف احكمها الوحدة قدام ايوة هي اللي كملت